أزمة جديدة تلوح في أفق المشهد السياسي الليبي بدأت بتصويت مجلس النواب بالإجماع على اختيار فتح باشاقا رئيسا للحكومة الجديدة في ظل تمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد دبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بثمانية عشر شهرا تمتد حتى حزيران عام الفين واثنين وعشرين وفق البعتة الأممية في ليبيا فتح باشاقا اختاره البرلمان الذي عقد جلسة خصصها لمناقشة التعديل الدستوري واختيار رئيس الحكومة بعد إعلان منافسه خالد البيباص انسحابه خلال الجلسة التي عقدها المجلس في مقره في تبرو الأزمة المقبلة بدت جلية إذ أن انتخاب باشاقا سبقه تشديد من قبل دبيبة على أن حكومته مستمرة في عملها ولن يسمح بما وصفها بمرحلة انتقالية جديدة وللطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بحسب تعبيره بالاستمرار لسنوات أخرى وتعد محطة انتخابات ملتقى الحوار السياسي لسلطة تنفيذية مؤحدة أبرز المراحل التي أظهر فيها باشاقا تغييرا في سياساته فقد ترشح في تلك الانتخابات في قائمة واحدة مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح صعدت لمراحل التنافس الأخيرة مقابل قائمة رئيس المجلس الحالي محمد المنفي ورئيس الحكومة الحالي عبد الحبيب البيبة التي فازت في تلك الانتخابات في آذار الماضي وظهر باشاقا في العديد من التصريحات منحازا لحكم المحكمة العليا في أيلول عام 2014 الذي أبطل دستورية عقد مجلس النواب في طبرق ما أهله ليكون من أبرز أعضاء لجان الحوار السياسي التي أطلقتها البعثة الأممية عام 2015 ومن بين الشخصيات الليبية البارزة التي وقعت على الاتفاق السياسي في الاصخيرات المغربية نهاية ذات العام وبدأت ملامح علاقة جديدة تربط باشاقا بمجلس النواب بإعلان دعمه لإعلان السلام الذي تلاه رئيس مجلس النواب عقيل صالح في نيسان عام 2020 وصرح خلاله بأن مشروع حفتر انتهى ودعى أنصار حفتر إلى عدم المراهنة عليه بل وضرورة إنهاء مظاهر التسلح في البلاد